عقد وزير الخارجية سمح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع نظره التركي هاكن فيدال في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا وأضحت وزارة الخارجية أن هناك جهدا مشتركا نحو دفع العلاقات بين البلدين قدما على كافة الأصعيدة وتنصيقا مشتركا حول التحديات الإقليمية والدولية هذا ويلتقي شكري خلال الزيارة بالرئيس التركي رجب طيب أردوان وتأتي الزيارة في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وطيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتبع التنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة بالإضافة إلى التنصيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية